هنروح لكرة الطائرة رجال الاهلي يازم الترسانة ويصعد لنصف نهائي طبعا دوء كأس مصر للرجال طبعا تعرفين حضراتكم ان احنا كنا بنلعب دور التمانية مع نادي الترسانة نادي الاهلي فاز بنتيجة 3-0 وجهة الاشواط كالتالي 25-16 25-17 و 25-19 وهنلعب في قبل النهائي بإذن الله مع نادي بتروجيت واللي صعد بعد فوزه على نادي التيران بنتيجة 3-2 وغالبا ان شاء الله هيكون النهائي هيكون قدام نادي الزمالك او المنافس التقليدي للنادي الاهلي في كرة الطائرة طيب طبعا فريق كرة الطائرة رجال الحقيقة دخل الموسم في الجد سواء الكأس رجال وسيدات سواء الكأس او الكأس مصر او الدوري رجال وسيدات وحضركم شفتوا هو خلاص احنا نصف نهائي كأس مصر وهيتحدد المواعيد من خلال لجنة المسابقات لاحقا بإذن الله هنروح لدوري الرجال با احنا قلنا الكأس رأينا نصف النهائي بعد الفوز على الترسانة هنروح للدوري رحنا نصف النهائي ايضا بعد الفوز على نادي سموحة بنتيجة 2-0 في سلسلة بست وثري طبعا لما فوزت المبارايتين ما انتاش محتاج تروح للمباراة الثالثة الفايصل وده طبعا فوز اكيد مهم جدا خاصة نادي سموحة عامل فرقة جيدة بإذن الله طيب اول ماتش لنا مع نادي سموحة هيكون المباراة القادمة يوم 25 مارس ويوم 9 ساعة 9 بالليل على صارة الدكتور حسن مصطفى انا اعسف المباراة هتبقى في نصف النهائي المباراة اللي جاي انا اعسف ده الجدول احنا لخبطنا ما بين الكاس والدوري ولكن ده الدوري ده الدوري هيبقى نصف النهائي مع نادي سموحة هنلعب المبارايتين لسه ما كسبناش لسه نادي سموحة هنلعب المبارايتين يوم 25 مارس و 9 بالليل في صارة الدكتور حسن مصطفى وتاني ماتش هيكون في نفس التوقيت وعلى نفس الصالة اما لو قدر لقدر الله خسرنا ماتش من ماتشين هنروح لمباراة ثالثة هتكون يوم 28 مارس بإذن الله على صارة الدكتور حسن مصطفى يعني ماتشاتنا 25 و 26 25 و 26 ونفس المعاد الساعة 9 بالليل بإذن الله طبعا احنا صعدنا الدور ده بعد ما فوزنا على الطيران في دور الثمانية نتيجة 2 صفر طبعا كل التوفيق للفريق عشان أوتوماتيك ان شاء الله نتأهل لدور النهائي وزا ما شفتم حضراتكم نحن بنتكلم في كأس مصر قبل نهائي بنتكلم في الدوري قبل نهائي يعني ان شاء الله اسبوعين 3 على نص رمضان على آخر رمضان هكون انت حسامة الدوري والكاس خاصة الفرقة دي واخد بطولتين البطولة الأولى وهي دوري طبعا السوبر المصري نسخة الأولى وروحنا بطولة عربية دوري والكاس شغالين مع بعض بالتوازي ان شاء الله الفوز يكون حلفنا ونحقق أربع بطولات تلاتة محلية وواحدة عربية والأفريقية ان شاء الله اللي هكون في شهر مايو في تونس بإذن الله عشان نحقق الخمسية السنة دي ويكون فريق الكرة الطائرة يعني تاني الفرق اللي حققت الخمسية بعد فريق الكرة السنة السنة الفاتت مع مستر أجوستي بوش بإذن الله